اشتركوا في القناة هذا ان شاء الله نستكمل مع بعض منهج الاحصى وكنا بدأنا في منهج الاحصى بموضوع الاحتمالات وعرفنا جزء النظري في احتمالات ايه هو الاحتمال ايه هو فضاء العينة الحدث انواع الاحداث وتكلمنا كتير جدا جدا في موضوع الاحتمالات بعد كده خدنا مسائل مهمة على الاحتمالات والتجارب الاحتمالية اللي عندنا زي تجربة القاء قطعة نقود مرة واحدة وتجربة القاء قطعة نقود مرتين وتجربة القاء قطعة نقود تلات مرات وبعدين دخلنا في تجربة ظهرة النارد وقولنا ظهرة النارد مرة واحدة وفضاء العينة بيجي ازاي وظهرة النارد مرتين وبعدين دخلنا في قوانين الاحتمالات وعرفنا التقاطع والاتحاد والفرق والمتممات والكلام الجميل ده وكل بعد كده في الباب التاني تعرضنا للتوزيع الطبيعي وعرفنا ان عندي توزيع طبيعي معياري وتوزيع طبيعي غير معياري ودرسنا الاول التوزيع الطبيعي المعياري وعرفنا ان توزيع الطبيعي المعياري بيتميز بمنحنة الجرس والمساحة تحت المنحنة بتساوي واحد صحيح وخط الصفر بيقسم المنحنة لجزئين متساويين بيخلي الجزء من صفر المجملة نهاية قيمته نص ومن صفر لسالم مجملة نهاية قيمته نص بالتساوي عشان التوزيع معتدل ومتماثل بنقول كمان حاجة مهمة جدا جدا ان الوسط الحسابي للتوزيع الطبيعي المعياري كان بيساوي صفر والانحراف المعياري كان بيساوي واحد واكيد التباين كمان بيساوي واحد لان عارفين ان التباين هو مربع لانحراف المعياري بعد كده درسنا حالات التوزيع الطبيعي وخلصنا التوزيع الطبيعي المعياري وجبنا قيمتيه المجهولة في الحلقة اللي فاتت وكملنا التوزيع الطبيعي الغير معياري وعرفنا ان الفكرة او الفرق من التوزيع الطبيعي المعياري والغير معياري ان الدرجة المعيارية صاد بتساوي سين ناقص ميو على سجمة بيدي لك متوسط حسابي وانحراف معياري تاب لو اداني تباين ما باشتغلش بتباين ابدا في المنهج بتاعنا واي تباين بجزره يعني اجيب الجزر بتاعه علشان اقدر اوصل للحراف المعياري يبقى دايما في المنهج بتاعنا اي تباين ما تشتغلش به اجزع التباين هتلجزر بتاعه ادي لك الانحراف المعياري تقدر تشتغل زي ما هنشوف النهاردة في حلقتنا كمان في العينات ان شاء الله بس بفكرك بموضوع التوزيع الطبيعي من الموضوعات المهمة جدا 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 وبعد الطلبك لما سألونا ازاي اميز بين التوزيع الطبيعي المعياري والتوزيع الطبيعي الغير معياري قلتلك فيه فروق كبيرة جدا اول فرق ان ارقام ان في التوزيع الطبيعي المعياري بيستخدم اللفظ او الرمز صاد الغير معياري هتلاقي مستخدم سين طب لو ما قالش صاد او سين هتلاقي مديلك رقم كبير جدا ستين مية وسبعين متين تلتمية أرقام كبيرة جدا إنما في المعياري عمره ما هيزيد عن ثلاثة ونص مش ممكن يوصل لأكتر من كده دي حاجة الحاجة التانية إنك لما بيدي لك توزيع طبيعي معياري عشان تحل لازم تحوله الأول لتوزيع طبيعي غير معياري لما بيدي لك توزيع طبيعي غير معياري بتحوله لتوزيع طبيعي معياري وتبتدي تحل وتابعوا الحلقة اللي فاتت فيها تمارين جميلة جدا من الكتاب المدرسي وفيها كل الأفكار اللي احنا عاوزينها إن شاء الله النهاردة بقى هنبدأ في باب جميل جدا الباب الثالث اللي هو العينات يعني يا مستر عينا وإزاي أتعامل مع باب العينات باب العينات الحقيقة لازم تفهم الأول الجزء النظري اللي فيه وندردش فيه كده في جزء نظري علشان لما نبتدي نتعامل مع التمارين نبقى عندنا صورة كاملة وشاملة لمعنى العينة طبعا لما أجي أعمل امتحان شافة وكده في الفصل عايز أشوف مستوى الفصل أو مستوى مدرسة معينة لو جيت سألت على المدرسة عدد الطلاب فيها كامف اللي بيدرسوا الإحصاء قالوا لي ألف طالب هل هقدر أمتحن الألف طالب في ساعة واحدة؟ طبعا ده شيء مستحيل إنما أنا عايز أعرف المستوى العام لو دخلت كل فصل سألت طالب سؤال واحد الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث جمع خدت كده أعداد صغيرة خدت حاجة كده جزء من المجتمع قلت لي يعني أنت كده عاوز تاخد عينة برافو عليك هو ده اللي أنا عاوز أوصله يبقى أسلوب جمع البيانات عندي أو طرق جمع البيانات أو يمكن جمع البيانات بأكتر من أسلوب كم أسلوب هما؟ اتنين اتنين عندي الحصر الشامل وعندي العينات يبقى أزاي يجمع بيانات؟ يقول لك هناك أسلوبان لجمع البيانات إيه وإيه؟ على طول تقول الحصر الشامل وجمع البيانات الحصر الشامل لو أنا معي تكاليف ومعي وقته ودنيتي جميلة لازم أمتحن الفصل كله خلاص ده حصر الشامل لو عايزين نعمل تحليل معين في مدرسة معين بنا يحفظكم عايزين نعمل تحليل كده نتطمن على صحتكم وقلت لي لو هنشتغل بالحصر الشامل لازم أعمل تحليل للفصل كله يبقى ده حصر شامل خدت أفراد المجتمع كله طيب لو أنا ما عنديش الإمكانيات دي ولا التكلفة دي ولا الوقت أوه طيب إحنا ممكن ناخد كده واحد وكمان واحد وكمان واحد وكمان واحد عدت لي كم من الفصل مثلا ده خمسين قدرت أوصل لخمس طلاب خدت خمس طلاب من الفصل يبقى أنت خدت جزء من المجتمع اسمه إيه الجزء ده؟ اسمه العينة تعالى معايا بقى كده نشوف إحنا عاوزين نقول إيه في الجزء النظري ده؟ أول حاجة زي ما احنا لسه متفقين مع بعض اتفقنا أن هناك اسلوبان لجمع البيانات خد بالك ممكن السؤال يجي في صورة أكمل يقول لي نقط هو أن يقوم الباحث بدراسة حالة جميع أفراد المجتمع خدت بالك إن قالك جميع أفراد المجتمع يبقى هنا الحصر الشامل ليه قلت الحصر الشامل؟ قلت لي لأن الباحث هيقوم بدراسة جميع أفراد المجتمع يبقى ذا الحصر الشامل طيب نقط يقوم الباحث فيه بدراسة جزء معين من المجتمع خد بالك يقوم الباحث فيه بدراسة جزء خدت بالك من كلمة جزء يبقى دي اسمه بالعينات أو العينة طيب إيه ميزة استخدام العينة؟ يقول لي اذكر مميزات استخدام العينات أو عرف العينة مع ذكر مميزات استخدام العينة دا سؤال نظري جميل جدا أقوله تعريف العينة اسلوب يقوم الباحث فيه بدراسة جزء معين من أفراد المجتمع ما خدش المجتمع كل ثم تعميم هذه الدراسة على المجتمع ككل مميزات استخدام العينات بقى قلت لي إيه؟ لما اجي اخد خمسة ستة من الفصل انا استفدت يا اوي ايه الميذة اللي وفرتها وانتي لقى دي حاجة جميلة جدا انك وفرت وقت وجهد لما تمتحن خمسة ولما تمتحن خمسين لما تحلل لخمسة ولما تحلل لخمسين يبقى وفرت وقت وجهد قللت نفقات وتوفير اموال اهو تقليل النفقات وتوفير المال يبقى دي اول حاجة وفرنا الوقت والجهد تاني حاجة قللنا النفقات ووفرنا المال تالت حاجة يمكن تدريب وتوفير العدد اللازم من جامعي البيانات خد بالك من الجزئ دي كويس لو انا همتحن خمسة من كل فصل ممكن مدرس او اتنين يقدر يمتحنوا لو هحلل لخمسة من كل فصل ممكن دكتور او اتنين يخلصوا الدنيا دي كلها انما لو عايز حلل للمدرسة كلها لازم اجيب عدد من الدكتورة الاطباء عدد كبير طيب هل ده متوفر يبقى اذا لو مش متوفر العدد الكبير من الاطباء اضطر الجأ لاسلوب العينات ومن مزايا اسلوب العينات توفير الوقت والجهد توفير التكاليف والنفقات المالية توفير او ان انا اقدر امد المنظومة بعدد وافر من جامعي البيانات واخر حاجة يمكن بواسطة هذه الطريقة الحد من خطأ التحيز يبقى انا قدرت اوصل لاربع مزايا من مميزات استخدام العينات طيب ممكن كمان النظر ييجي فيه حاجة غير كده تعالوا نشوف مع بعض بعض الاسئلة النظرية الجميلة السهلة يعني ممكن كمان يقول لي ايه يقول لي اذكر عيوب استخدام العينات او نفس السؤال اللي فات عرف العينات مع ذكر عيوب استخدام العينات ده سؤال موجود في الكتاب المدرسي وسؤال سهل جدا عرف العينة مع ذكر عيوب استخدام العينات اقول العينة هو اسلوب يقوم فيه الباحث بدراسة جزء جزء معين من افراد المجتمع ثم تعميم هذه الدراسة على المجتمع ككل وبعدين اه طب انت كنت فيه جزء تاني من السؤال عيوب استخدام العينات عيوب استخدام العينات اقول له على طول من عيوب استخدام العينات انها غير دقيقة يعني غير دقيقة فاكرين لما خدنا خمس طلاب بس من الفصل علشان نحلل لهم التحليل بتاعنا ممكن على حظي الخمس طلاب يطلعوا كلهم التحليل بتاعهم سليم وانا بالتالي قلت الفصل ده كله سليم ومن حظنا اللي مش كويس لقينا فيه ناس تانية اللي ما تحللهاش كانت التحليل بتاعها او عندها فيروس او عنده اي شيء فهنا اول شيء او اول عيب من عيوب العينات انها غير دقيقة انها غير دقيقة يبقى اول عيب من عيوب العينات انها غير دقيقة يبقى لما يقول لي ما هي عيوب استخدام العينات اقول له اول عيب انها غير دقيقة ونسبة الخطأ فيها اكبر منها في الحصر الشامل طبعا الحصر الشامل يعتبر نسبة الخطأ فيه سفر انا امتحنت الفصل كله وعرفت درجات الفصل كله فما عنديش اخطاء قدرت أقيم مستوى الطالبة سلمة مستوى الطالبة لين مستوى الطالب عي قدرت أقيم مستويات الطلاب أما في العينة أنا ممكن أخذ سلمة أمتحنها بس ما خدتش علياء ما خدتش حفصة ما خدتش أمل يبقى هنا في نسبة الخطأ في العينة بتكون أكبر من الحصر الشامل زي ما قلتناك في طالب خدتوا عملت له امتحان وطالب لا امتحنت علي وامتحنت الزياد إيه اللي حصل يبقى أنا كده ما قدرت شاكم على مستوى زياد الحقيقي هنا إيه اللي هيحصل هتقول لي نسبة الخطأ فيها أكبر يبقى نعيد تاني عيوب استخدام العينات مع بعض غير دقيقة ونسبة الخطأ فيها أكبر منها في الحصر الشامل طيب حد بقى شاطر يقول لي بيجيني في الانتحانات القديمة كده أو في الكتاب المدرسي يقول لي من أنواع العينات نقط ونقط أو أنواع العينات نقط ونقط ده سؤال جميل جدا السؤال ده هنا الهدف منه إنك تعرف أنواع العينات إيه هي أنواع العينات أو من أنواع العينات نقط ونقط قل له واحد العينات الاحتمالية أو العشوائية يبقى أول نوع من العينات اسمه إيه عينات احتمالية أو عشوائية تاني نوع اسمه عينات متعمدة او غير احتمالية تالت نوع اسمه عينات مختلطة يبقى هنا قلت انواع العينات عينات احتمالية عينات متعمدة عينات مختلطة دي اسمها انواع العينات نقولهم تاني مع بعض العينات الاحتمالية العينات المتعمدة العينات المقتلطة طيب في سؤال كمان موجود في الكتاب المدرس الجزء النظري ده في العينات مهم جدا بيجي فيه اسئلة كتير وزي ما شفنا في الامتحانات السابقة او الاسئلة اللي ورا كل باب دي حاول تحلها كويس والتمالين المحلولة غاية في الاهمية عندك الكتاب المدرسي يعني بنك بنك حقيقي موجود فيه معلومات قائمة جدا جدا لازم حضرتك يعني تستفيد من الكتاب المدرسي اقصى استفادة التمارين بتاع الكتاب المدرسي الافكار بتاعة الكتاب هي اللي حضرتك مطالب بها والحقيقة فيها افكار غنية جدا وافكار متنوعة ومختلفة فعايزك تركز جدا جدا في التمارين والجزء اللي في الكتاب المدرسي سواء الجزء النظري او الجزء العامل عندي كمان تمرين سهل جدا او سؤال سهل جدا بيقول لي عرف العينة العشوائية البسيطة عرف العينة العشوائية البسيطة او اللي هي طريقة المعينة التي يكون فيها احتمال اختيار اي مفردة متساوس طريقة من طرق المعينة بيكون فيها احتمال اختيار اي مفردة احتمال متساوس طيب يعني العينة العشوائية البسيطة دي اي مفردة احتمال اختيارها تكون احتمال متساوي طيب مزايا العينة العشوائية البسيطة الاول بس يعني احتمال اختيارها متساوي لو انا عندي خمسين مفردة وعايز اخد عينة من خمس وحدات هقسم خمسين على الخمسة هيبقى فيها الكام العشر يبقى فيها العشر يبقى انا عندي احتمال المفردة الاولى متساوي مع احتمال اختيار المفردة التانية متساوي مع احتمال اختيار المفردة التالتة مع احتمال اختيار المفرد الرابع مع احتمال اختيار المفرد الخمس كل العينات احتمال اختيارها متساوي يعني حظوظهم متساوي مزايا العين العشوائية البسيطة يعني السؤال هيجي يقول لي عرف العين العشوائية البسيطة مع ذكر مزاياه اه طبعا يقول لي مزايا العين العشوائية البسيطة ابسط انواع العينات واهمها ليه سهلة وجميلة وبسيطة خالية من خطأ التحيز وتنطبق عليها القوانين والنظريات الإحصائية يبقى نقولهم تاني مزاياها ثلاث مزاياها سهلين جدا أبسط أنواع العينات وأهمها أهي خالية من خطأ التحيز وإن وجد بيكون في أضيق الحدود الخطأ فيها قليل جدا بتنطبق عليها النظريات والقوانين الإحصائية طيب اعيبها بقى خد بالك سين ما هي عيوب العينة العشوائية البسيطة قلت لي أول عيب فيها بتعطي أكبر تباين في جميع الأسليب التباين بتاعها كبير شوية قد تكون جميع الوحدات المنطقة للعينة من نفس النوع يعني ممكن تكون الوحدات المنطقة للعينة بتكون من نفس النوع يعني لو أنا في المدرسة مشتركة ممكن حظي ييجي إن أخد كل العينات من الإناس ما مسلتش الزكور يعني العيب اللي فيها قد تكون جميلة وحدات المنطقة للعينة من نفس النوع طيب فيه برضو بعض الأسئلة النظرية السهلة الجميلة ونخلي بالك سؤال النظري ده بييجي فيه كتير جداً في صورة أكمل أو صح وغلط يعني الأسئلة الأوقات بيبقى عندي في امتحانات اللحظة السابقة زي ما شفنا أو في الكتاب المدرسي أسئلة عملية على طول عايزة مسائل وييجي مثلاً في السؤال الأول يقول لي ألفوا به ويجيب لي به جزء نظري كده ثلاث أربع نقاط مثلاً يقول لي عرف الاحتمال عرف العينة العشوائية البسيطة مع ذكر مزايا يعني أسئلة جميلة كده أو ييجي يقول لي من مزايا العينة العشوائية البسيطة نقاط ونقاط من أنواع العينات نقاط ونقاط أو أنواع العينات نقاط ونقاط ونقاط الأسئلة دي بتفك الامتحان شوية بتبقى فيها جزئية سهلة بتخليك تجمع درجات جميلة عندي الحقيقة كمان سؤال جميل قوي بيقول لنا ما معنى العينة العشوائية المنتظمة؟ احنا خدنا العينة العشوائية البسيطة ايه هو أو ايه معنى العينة العشوائية المنتظمة؟ أو ممكن يقول لك نقاط السؤال ييجي إزاي يقول لك نقاط أهو زي ما احنا عملنا قبل كده سؤال ييجي في صورة أكمل أهي نقاط هي العينات ذات الفترات المتساوية بحيث تكون الفترة بين كل مفردة والأخرى متساوية على طول تقول لعينة العشوائية المنتظمة نقول السؤال تاني هي العينات ذات الفترات المتساوية بحيث تكون الفترة بين كل مفردة والأخرى متساوية طيب كمان في ممكن يجي نقط يقول لي تسمى هذه العينة بالعينة الاحتمالية للقطاعات على طول اقوله الطبقية يبقى دايما تربط بين كلمة الطبقية والايه والاحتمالية للقطاعات دي على طول العينة العشوائية الطبقية الكلمة دي اربطها بدي على طول وفيها يتم تقسيم مفردات مجتمع الدراسة الى طبقات او مجموعات متجنسة دي مهمة جدا طيب ماذا ياها تحتوي كل وحدة من كل طبقة بتاخد وحدة من القطاع دا او من الطبقة دي وحدة من الطبقة دي بتحتوي على وحدات من كل طبقة وادق تمثيلا للمجتمع من العينة العشوائية البسيطة اللي كانت ممكن مفرداتها كلها تبقى من نوع واحد وبيقل فيها خطأ الصدفة والمجتمع التحيز دا كان الجزء يعني ملخص كده للجزء النظري بتاع العينات اتمنى ان احنا نقدرنا نجمعه كده في صورة بسيطة وان شاء الله لما تمسك الكتاب المدرسي وتيجي تحلل الاسئلة اللي عليه هتلاقي ان شاء الله الجزئية دي جزئية سهلة جدا 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 طيب خد بالك معايا في طرق اختيار العينات او طرق توزيع العينات اول طريقة اسمها طريقة التخصيص المتساوي اسمها طريقة التخصيص المتساوي في الطريقة دي او الطريقة دي من الطرق السهلة جدا ولكل الناس ان شاء الله تفهمها ومسائلها لذيذة وسهلة طريقة التخصيص المتساوي بقولي اذا كان مجتمع مقسم الى الطبقات الاتية ميم واحد حجم الطبقة الاولى كان 80 مفردة ميم اتنين حجم الطبقة التانية كان 150 مفردة ميم تلاتة حجم الطبقة التالتة كان 240 مفردة ميم اربعة كان 120 مفردة ميم خمسة كان 60 مفردة يعني لو دخلت المدرسة ابتدائي فيها من سنة اولى لسنة خمسة الصف الاول الصف التاني الصف التالت الصف الرابع الصف الخامس سنة اولى كان 80 ولد وبنت وسنة تانية 150 سنة تلتة 240 سنة ربعة 120 سنة 65 العائلة اللي عايز اخدها من المدرسة 20 اول حاجة لازم اعملها لازم اجيب حجم المجتمع اجيب حجم الايه المجتمع هو مش هيفدنا اوي هنا بس عايز اقولك على حاجة لا طبعا الحجم المجتمع مهم بس عايز اقولك على حاجة جميلة جدا ميم واحد زائد ميم اتنين زائد ميم تلاتة زائد ميم اربعة زائد ميم خمسة ده اسمه حجم المجتمع يبقى حجم المجتمع هو مجموع كل الطبقات اللي بتمثل المجتمع ده يعني لما حدرك تيجي تقولي 80 زائد 150 زائد 240 زائد 120 زائد 60 يبقى ده حجم المجتمع اللي عندك يبقى ده على طول حجم المجتمع اللي عندك هنا بقى بيقولي المطلوب توزيع العينة اللي من العشرين مفرادة دي عايز عدد المفرادات بكل طبقة بالتخصيص المتساوي بالتخصيص الايه المتساوي تقولي في التخصيص المتساوي حجم العينة من كل طبقة هيكون متساوي يعني ايه يعني العينة كان مفرادة عشرين مفرادة على حجم المجتمع كم طبقة قلت لي خمس طبقات يبقى كده بمنتهى السهولة هاخد اربع مفرادات من كل طبقة يبقى ايه اللي حصل هنا زي ما قلتلك انا عارف ان حجم المجتمع مش هيفدني في التمرين ده بس كنت بقى علمك يعني ايه حجم مجتمع يبقى حجم العينة من كل طبقة عشرين على الخمسة حجم العينة على عدد طبقات المجتمع يبقى حجم العينة في التخصيص المتساوي اقول له حجم العينة على عدد الطبقات دي حجم العينة من كل طبقة او نصيب الطبقة بيساوي حجم العينة على عدد الطبقات ده طبعا تمرين سهل وبرضو يعني عشان نكون اكثر شفافية تمرين يعني مش بالصورة اللي هي او ما فيهوش فكرة كبيرة قوي فعايزين ننتقل بسرعة لأسلوب التخصيص الامثل او التخصيص النسبي او عندي فكرتين فكرة التخصيص النسبي وفكرة التخصيص الامثل التخصيص النسبي ده بياخد نسبة من كل طبقة يعني كل طبقة بتمثل حسب النسبة اللي هي الحجم بتاعها بيمثل نسبته الى حجم المجتمع لما نيجي نشوف مسألة التخصيص النسبي هتبقى مختلفة تماما عن مسألة التخصيص المتساوي لما يجي يقول لي مجتمع مكون من خمس طبقات مية وعشرين الطبقة الاولى ميتين الطبقة التانية تلتمية الطبقة التالتة ربعمية الطبقة الرابعة التمانية الطبقة الرابعة مية الطبقة الخمسة هنا بقى هيفرق معايا جدا حجم المجتمع لذلك في بداية الحل عايزك تجاهز القلة الحسبة معايا عشان عايزين التمارين دي نمشيها واحدة واحدة لما اجي اقول لك حجم المجتمع تقول لي خلاص انا عرفت ان حجم المجتمع بيساوي مجموع كل الطبقات اللي بتمثل المجتمع ده يعني هتقول لي ميم واحد زاد ميم اتنين زاد ميم تلاتة زاد ميم اربعة زاد ميم خمسة ميم واحد عندي كم بكم قلت لي بمية وعشرين زاد متين زاد تلتمية زاد تمانين زاد مية وتمسك القلة الحسبة على طول وتحسب ادي متين ربعمية سبعمية تمنمية يبقى حجم المجتمع عندك كان تمنمية مفردة احسب تاني بالقلة الحسبة امسك قلتك قل لي مية وعشرين زاد متين هتليون تلتمية وعشرين زاد تلتمية ستمية وعشرين زاد تمانين يبقى سبعمية زاد مية يبقى كام تمنمية طيب عاوز ايه بعد كده اقول له هنا دول خمس طبقات لازم تركز اوي في اللي هيحصل بعد كده هنا اقول له ايه اقول له نون واحد او حجم العينة من الطبقة الاولى عايزك تعملها ازاي معايا اها هتقول لي نون واحد بتساوي بمنتهى البساطة حجم الطبقة الاولى كان كام اهو كان مية وعشرين فيه حجم العينة المراد توزيعها كانت اربعين مفردة اهو اهو على حجم المجتمع كله كان تمنمية مفردة امسك قالتك الحزبة كده وقول اعمل شرط الكسر واكتب مية وعشرين فيه اربعين على تمنمية تمنمية يطلع معاك بمنتهى البساطة ست مفردات من الطبقة الاولى طيب عاوز احسب نون اتنين عاوز احسب نون اتنين او حجم العينة من الطبقة التانية برافو عليك هتقول لي حجم الطبقة التانية كان كام كان متين اهو في حجم العينة كان اربعين على حجم المجتمع كان تمنمية ايه اللي هيحصل هنا هتمسك الالة الحزبة برضو وتعمل شرط الكسر وتقول متين في اربعين على تمنمية يساوي على طول تكتب عشر مفردات وترجع تجيب حجم العينة من الطبقة التالتة بنفس الطريقة بنفس الطريقة اللي احنا حلنا بيها هتقول لي ايه الطبقة التالتة كانت كام اهي ميم تلاتة كانت بتلتمية يبقى دي تلتمية في اربعين اربعين على تمنمية يطلع كام قلت لي هيطلع خمستاشر مفردة لسه عاوز اجيب حجم العينة من الطبقة الرابعة بيساوي الطبقة الرابعة كانت كام مفردة؟ قلت لي كانت اهي تمانين مفردة طبقة الرابعة كانت تمانين مفردة يبقى تمانين في حجم العينة اربعين على حجم المجتمع تمنمية يطلع على طول اربع مفردات اهي اهي اخر حاجة حجم العينة من الطبقة الخمسة قلت لي طيب الطبقة الخمسة كانت مية في اربعين على كام على تمنمية نلقاها خمس مفردة طيب لازم اجمع النواتج اللي طلعت معايا كده ستة وعشرة ستاشر ستاشر وخمستاشر واحد وتلاتين واربعة خمسة وتلاتين وخمسة القاهم اربعين مفردة ارجع للتمرين الا ايه كان عايزي وزع اربعين مفردة اذا اقارن الاربعين دي بالاربعين دي الاقي نفسي حل صح وحل سليم ومعنديش مشكلة يبقى اخد بالك كويس قوي قوي طريقة التخصيص النسبي بتعتمد على النسب اللي موجودة معنا ممكن كمان نحل تمرين خفيف على طريقة التخصيص النسبي مرة تانية علشان نأكد لعزائنا الطلبة المعلومة يعني بقول لي مجتمع مكون من اربع طبقات كم طبقة؟ اربع طبقات ميم واحد بسبعين وميم اتنين بتلاتين وميم تلاتة بتمانين وميم اربعة بعشرين بيقول لي المطلوب توزيع توزيع عينة مكونة من عشر مفردات بالتخصيص النسبي اول حاجة على طول اجيب حجم المجتمع اقول له السبعين زائد التلاتين زائد التمانين زائد العشرين يطلع معايا ادي سبعين وتلاتين مية مية وتمانين متين ده حجم المجتمع تقدر تقول لي بقى نون واحد بتساوي كم حجم الطبقة الاولى سبعين فحجم العينة المراد توزيعها على حجم المجتمع على حجم المجتمع طيب انا اقصد احط التمانين ده ليه؟ علشان تاخد بالك ان ممكن اوقات يطلع نواتك كسرية او يطلع حاجات لازم عايزين نزبطها مع بعض كده بالراحة هتمسك الالة الحزبة عايزك تركز معايا في الشغل على الالة هتعمل شرط تكسر وتكتب سبعين في عشرة على متين هيطلع معاك تلاتة ونص هيطلع معاك كام تلاتة ونص هقولك هنعمل ايه بس خليها في الاخر طيب لما هنجيب نون اتنين بتساوي حجم العينة من الطبقة التانية كانت كام تلاتين في عشرة على متين هيطلع معاك واحد ونص هيطلع معاك واحد ونص عندي نون تلاتة بيساوي تمانين في عشرة على متين متين خد بالك معايا لما هتقوله كده تمانين في عشرة على متين يطلع معاك اربعة اخر حاجة نون اربعة زي ما انت شايف بنفس الطريقة كانت عشرين فعشرة على متين عشرين في عشرة على متين هيطلع معاك كام واحد هيطلع معاك كام واحد لما تحسب على الالة هي هتقوله عشرين في عشرة على متين هيطلع معاك واحد طيب خلاص كده انا سبتها اقولك هو في حاجة اسمها عينة اخد تلاتة ونص مفردة تلاتة ونص من المفردة يعني ايه يعني لو انا في الطلبة اخد تلاتة ونص طلب طبعا الكلام ده مش منطقي قلتني ما هو عندي اتنين طلعين بنصاص برافو عليك هبتدي هنا اعمل عملية تقريب للارقام اللي هي مش مزبوطة دي يعني عندي دي تلاتة ونص دي كام تلاتة ونص نقدر نخليها كام اربعة ونقدر نخلي دي واحد ونخلي دي زي ما هي دي ارقام سليمة يعني انا جيت على التلاتة ونص يعني ما تخلي التلاتة ونص تلاتة وتخلي الواحد ونص اتنين تمام ما عنديش مشكلة او تخلي التلاتة ونص اربعة وتخلي الواحد ونص واحد علشان لما تجمع يكون عندك نفس الناتج بتاع العينة مرة تانية دي كان لو جالك كسر تتصرف معا ازاي وان شاء الله بازن الله بتيجي مسائل جميلة وسهلة عندنا بقى كمان اخر حاجة عندنا في حلقتنا طريقة التخصيص الامثل الامثل وطريقة التخصيص الامثل دي من الطرق المهمة جدا 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 يمكن انتحانات كتيرة واسئلة كتيرة جدا عليها في الكتاب وعايزك تركز معايا في طريقة التخصيص الامثل بصورة سهلة وجميلة في طريقة التخصيص الامثل دي الراجل بيقول لنا ايه اه عندي تمرين بيقول من البيانات الاتية من البيانات الاتية من البيانات الامثل لطبقة بي اربع تلاف لطبقة جيم والف للطبقة ده ده كده مديني اربع طبقات وحجم كل طبقة من الاربع طبقات بعد كده ال الانحراف المعياري للطبقة الانحراف المعياري للطبقة الانحراف الطبقة الاولى الف الانحراف الطبقة الف عشرة الانحراف الطبقة به كان خمسة الانحراف الطبقة ديم كان اربعة انحراف الطبقة ده اللي كان 6 وبعد كده اداني تكلفة جمع المفردة داخل الطبقة يبقى نرجع تاني مع بعض الطبقة حجم الطبقة لانحراف المعياري وبعدين مديني التكلفة وبمنتهى منتهى البساطة عايز مني اوزع عينة قدرها كان 150 مفردة باستخدام التخصيص الامثل باستخدام التخصيص الامثل واخد بالك اللي في حالة عدم احتساب تكلفة يعني ايه دي؟ يعني الراجل بيقولك في حالة عدم احتساب تكلفة يبقى معلش احنا مش عاوزين خانة تكلفة جمع المفردات تاني تاني مديني تمرين بقول الطبقة حجم الطبقة لانحراف المعياري تكلفة جمع المفردة داخل الطبقة وفي الحل او في المطلوب بيقولي ايجاد عدد المفردات من كل طبقة لعينة قدرها 150 مفردة باستخدام التخصيص الامثل في حالة عدم احتساب التكلفة قمت على طول شايل خانة التكلفة من المسألة لانها مش هنحتاجها لانه قال لي في حالة عدم احتساب التكلفة طيب خد بالك معايا ازاي هنحل التمرين ده مع بعض اول حاجة هنعملها هنعمل جدوى الظريف جدا زي ما احنا هنعمله مع بعض كده هو مديني الطبقة حجم الطبقة لانحراف المعياري دول ثلاث خانات كانوا موجودين في التمرين هنقلهم في جدوى الجديد هنقلهم من ورقة الاسئلة مش هعمل اي حاجة صعبة دول ثلاث خانات موجودين في ورقة الاسئلة اخدهم زي ما هم من ورقة الاسئلة اعملهم في ورقة الاجابة يبقى هنبدأ كده نقول له ادي الطبقة ان هي هي وبعدين اقول له في حاجة اسمها حجم الطبقة اللي هو ميم هي اللي هو ايه ميم هي خد بالك بقى من اللي جاية دي قال لانحراف المعياري اللي احنا هنسميه سجما هي التلاث طبقات دول هبتدي اتعامل معاهم هنقلهم نقل كده من ورقة الاسئلة اهو الطبقة الاولى كان اسمها الف الطبقة التانية كان اسمها بيه الطبقة التالتة كان اسمها جيم الطبقة الرابعة دال طيب اول حاجة تعالى نتعامل في الطبقة الاولى نتعامل في الطبقة الاولى حجم الطبقة الاولى كان كام كان الفين اهو يبقى حجم الطابقة الأولى كان الفين حجم الطابقة التانية تلت تلاف حجم الطابقة الرابعة أربعة تلاف حجم الطابقة الرابعة ألف يبقى أنت كده قدرت تحدد حجم الطبقة الاولى حجم الطبقة التانية حجم الطبقة الرابعة وده كله جبته منين من ورقة الاسئلة في حاجة مهمة جدا كمان زي ما احنا لسه متفقين انه هاخد لانحراف المعيالي تب شوف كده لانحراف المعيالي بتاع الطبقة الاولى كام قلت لي عشرة لانحراف المعيالي بتاع الطبقة التانية قلت لي خمسة لانحراف المعياري الطبقة التالتة كان اربعة لانحراف المعياري الطبقة الرابعة كان ستة كده نقلت التالت اعمدة اللي موجودة في ورقة الاسئلة بقي كده دورك انت دور حضرتك في الحل انت بقى شغلك ايه ودورك ايه في طريقة الحل اقولك بمنتهى البساطة اول حاجة تعملها على طول بتضرب ميم هي في سجمة هي هتضرب ميم هي في سجمة هي يبقى تضرب الفين في عشرة يطلع معاك عشرين الف سهلة جدا وتضرب تلت تلاف في خمسة يطلع معاك خمستاشر الف وتضرب اربع تلاف في اربعة تطلع ستاشر الف والف في ستة بستة تلاف اذا انت قدرت تضرب ميم هي في سجمة هي لكل الطبقات اللي عندك وبعدين بعد ما بتضرب ميم هي في سجمة هي عايزك بقى تعمل حركة ظريفة جدا وتجمع ميم هي في سجمة هي تجمع العمود دهو يلا معايا كده ادي عشرين الف زائد خمستاشر الف كده معانا خمسة وتلاتين الف خمسة وتلاتين الف وستاشر الف واحد وخمسين الف زائد ستة يبقى سبعة وخمسين الف نركز مع بعض نقول من الاول احنا عملنا ايه الطبقه الف ضربت الفين في عسرة يعني ضربت ميم هي في سجمة هي اهي الفين في عسرة بعشرين الف تلات تلاف يبقى دايما هنا هنضرب اهو تلات تلاف في خمسة خمستاشر الف اربع تلاف في اربعة ستاشر الف الف في ستة بستة تلاف اجمع العمود كل يطلع سبعة وخمسين الف ده المجموعة ده كده المجموعة خطوة مهمة جدا بقى عايزك تركز معايا فيها بقول ميم هي في سجمة هي على مجموعهم مضروف في حجم الطبقه اللي عندي طيب خد شرطة كسر كده ميم هي في سجمة هي اللي الطبقه الف قلت لي بعشرين الف فيه حجم الطبقه اللي حضرتك كنت عايز توزعها كانت مية وخمسين كانت مية وخمسين مفرد اه على مجموع ميم هي في سجمة هي سبعة وخمسين الف نمسك القلة كده ونشتغل اهو نمسك قلتك معاي عشرين الف في مية وخمسين على سبعة وخمسين الف يطلع معاك اتنين وخمسين وستة من عشرة برافو عليك صح؟ انت طلعت النتج الصح ما تشكش في نفسك نقدر نخليها تلاتة وخمسين يعني قربتها للجزء الاكبر بتاعنا يبقى انا الاتنين وخمسين وثة من عشرة دي عملت لها عملية تقريب خلتها كام تلاتة وخمسين يلا كمان هتقول لي خمستاشر الف في مية وخمسين على سبعة وخمسين الف امسك قلتك واضرب الخمستاشر الف في مية وخمسين على سبعة وخمسين الف يطلع معاك برضو كسر بس هنا الكسر يطلع بكام تسعة وثلاتين علامة اربعة اخلى هلو كام تسعة وتلاتين يبقى عملات تقريب زي ما درست في الصف الاول لو الارقام الفقيرة او البخيلة اللي مش بتدي كان سفر وواحد واتنين وثلاتة واربعة لو كان هتقرب في رقم اقل من الخمسة بنشيله ونحط رقم سليم لو رقم خمسة فما فوق بنزود واحد على الرقم اللي طلع معاك بعد كده ستاشر الف في مية وخمسين على سبعة وخمسين الف وتضرب بالقلة بتاعتك بمنتهى البساطة وعايدك دايما مهارة القلة تشتغل عليها تطلع اتنين واربعين وواحد فهنخليها اتنين واربعين اخر حاجة الستة الاف في مية وخمسين على سبعة وخمسين الف تمسك قلتك وتضرب نفسك كتير على الآلة طلعت خمستاشر وسبعة يبقى نخليها ستاشر هنا بقى هنعمل ايه تعالى نتأكد من شغلنا نجمع الثلاثة وخمسين زائد التسعة وثلاثين زائد الاثنين واربعين زائد الستاشر يطلع معاك مية وخمسين والعينة اللي حضرتك كنت مطالب بتوزيعها كانت كام كانت مية وخمسين يبقى حضرتك اشتغلت صح ووزعت عينتك بطريقة سليمة اذا طريقة التخصيص الامثل زي ما احنا بنقوله زي ما احنا شفنا في التخصيص الامثل بعمل جدول الطبقة حجم الطبقة لانحراف المعياري وبعدين بضرب حجم الطبقة في الانحراف المعياري وبعدين بأسم ناتج الضرب بتاع حجم الطبقة الواميم هي في سجمة هي على مجموع ميم هي في سجمة هي بنضربه في حجم العينة النون هي وبعدين بطلع الناتج طيب بعض التمارين في الكتاب المدرسي مش جايب لي الانحراف المعياري جاب لي التباين ودي الحقيقة النقطة اللي قلنا عليها مع بعض لما يجيب لك تباين اوعى تشتغل بالتباين خد بالك لما يجيب لك تباين اوعى تشتغل بالتباين لازم تجيب جزر التباين دهو يعني لو قال لي التباين بستاشر اروح اناقوله الانحراف المعياري باربعة بجزر خانة التباين وحطها في خانة الانحراف المعياري خد بالك من الجزئية دي كويس لان بعض التمارين بتجيلك فيها التباين وانت ما بتبقاش واخد بالك ان هو التباين فتاخد الرقم بتاع التباين ده تشتغل به على انه انحراف معياري وللأسف هتقعد تشوف النواتيك في الآخر ما تطلعش حجم العينة المرات توزيعها ابدا وتقعد تقول الناتج جايب ده جيز زي والارقام دي مش رايزة تتضبط ليه احنا اتفقنا ان فيه علامة مع بعض بتعلمنا ان احنا صح ولا غلط فيه كده مؤشر دليل بيقول لي انت ماشي صح ولا غلط يعني لما تيجي حضرتك تكلمني في في التباين لأ لازم تجيب جزره عشان يبقى انحراف معياري ومن خلال التباين جبت جزره عملت منحراف المعياري حلت لازم الناتج في الآخر لو حجم العينة المرات وزيع 40 مجموع الاربع طبقات او الخمس طبقات او التالت طبقات عندك يطلع عربين يبقى انت كده صح ده مؤشر انك ماشي صح للاسف وقتنا خلص وان شاء الله في الحلقات الجاية باذن الله باذن الله نتعرض لافكار اكتر وموضوعات اكتر واشوفكم على خير كان معكم فاتحي عبد الكريم مدرس بوزارة التربية والتعليم